تعرف انك ممرد لما تعرف انك ممرد لما تغسل ايديك جبل ما تدخل الحمام عكس الناس كلها اللي بتغسل بعد ما تطلع تعرف انك ممرد لما تسمع اصوات الالارم تبع الجهاز وانت نايب البيت يوم افك تعرف انك ممرد لما تلاقي حالك مش عارف تتفرج على المسلسل من كثر الاخطاء الطبية اللي فيه وتظلك تصرخ هاي ما بتركب هيك وهاي ما بتنحط هون وتنكد على الناس المسلسل تعرف انك ممرد لما تتكلم بطلاقة عن لون وشكل ورائحة افرازات جسم المريض وانت جاعد بتتغدم عزميلك في البريك عادي تعرف انك ممرد لما يكون شغلة انك تشوف بنقادة ما بغسل ايده قبل او بعد البروسيجر مقرف اكتر بكتير من انك تروح تحمم مريضك اللي عاملها على حاله تعرف انك ممرد لما تشوف فيلم رعب ويكون البطل بيقطع او صالد ضحية بالسكين بكل عنف وقسوة وانت كل اللي هامك ممكن تجرحه السكينة وصير عنده نيدل ستيك او انفيكشنة لا لا تعرف انك ممرد لما تشوف بني ادم ما بتعرفه والاشي الوحيد اللي يلفت نظرك اله الاورد الواضحة في ايده تعرف انك ممرد لما الكل يقول لك راسي بوجعني شو السبب يا ترا؟ عندي وجع في قلبي شو السبب يا ترا؟ بطني بوجعني شو اعمل فحصات؟ الكل بيسالك وين يروحه وشو يعمله تعرف انك ممرد لما تكتب قبل اسمك RN قبل التوقيع على اي شك او معاملة بنكية او اي كنبيالة وبتنسى انه هاي مش نيرسنج نوت تعرف انك ممرد لما تشوف بني ادم في الشارع جارر وراء استوانت اكسجين وتقدر تطلع على شفايفه وعلى اطراف اصابه وتقيمه هل في عنده كلبينج بالفينجرز وهل عنده سينهزز بالشفايف ولا لا تعرف انك ممرد لما تلزك ايد مرتك او خطيبتك وكأنك بتجسل هالنبض وتسمع الرد السخيف ما غيره شو رأيك؟ لساتني عايشة تعرف انك ممرد لما تضلك تسمع لجسس الختائرة وسواليف ايام زمان وبطولاتهم اللي كلها عرط بعرط وما تزج منها تعرف انك ممرد لما توصل لباب البيت مروح من الشغل وتدج على الباب قبل ما تفوت وتنسى انك مش بالفلور تعرف انك ممرد لما تعمل الشاي او النس كافيه او تعمل الاندومي في علبة بول وتجلبها باستعمال تانج دي بريسل تعرف انك ممرد لما تتعود على ريحة الجطن المغمس بالكحول وريحة الاستريليا وكافة انواع التعقيم تعرف انك ممرد لما تشوف بوست على الفيسبوك او غيره بتكلم عن اي دوع او اي مرض وتروح تدخل على مرجع طبي معتمد تشوف هالحكي كلام فاضي ولا كلام مثبت علميا تعرف انك ممرد لما تقوم باغلبية الشغل سبع ساعات وتسعة وخمسين دقيقة من الثمان ساعات اللي بتدومهم وفي الاخير الدكتور اللي بقعد عند المريض ثلاث دقائق الا ربع هو اللي ياخذ المديح والشكر كله تعرف انك ممرد لما تكون يوم اجازتك سامع صوت الانبالنس ماشي في الشارع وتقول يا ترى اللي معهم ميل ولا في ميل يا ترى اللي معهم كريتكال ولا بتدلع يا ترى رايحة المستشفى اللي انا مداوم فيه ولا مستشفى ثاني تعرف انك ممرد لما تستخدم اللاصخ الطبي اللي هو المفكس عشان تجلد دفاتر الولاد تابع المدرسة تعرف انك ممرد لما صحابك او صاحباتك يقولولك شكلك مختلف تماما بقواعد طلع خلص احنا متعودين نشوفك بالسكراب او لبس المستشفى تعرف انك ممرد لما مريدك يقولك انه اخرج او تبول وتقول له ممتاز لانك صار لك يومين تستنفها الخبر شوفي ميزات تاني غريبة وعجيبة للممرضين انسيت اذكرها اكتب لي تحت في التعليقات اشتركوا في القناة